صاد والمارية بجامعة جيجل مرحبا بك سيدي شكرا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة الله فيكم إذن بداية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع ينتظر منه الكثير في الجزائر لما سيضيفه للاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي الوطني فماذا سيضيف هذا القانون بالنسبة لشركتك؟ شكرا تاريخيا معرفة أن الدول هي التي كانت تمول الاقتصاد وهي تلجأ إلى تمويل البناء التحتية لكن بسبب الأعباء المالية المتزايدة وزيدة النفاقات أحسن دليل أنظر في الجزائر في بلدين الكريم أنها أول مرة نصادق على أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر تقاربت حوالي 100 مليار دولار بهذا السبب لا بد من شراكة هذا من جانب الكطاع العام من جانب الكطاع الخاص لأننا في اقتصاد هي علاقة وين وين؟ هي علاقة ترابح رابح يكون ينظر إلى مصالحه ما هي مصلحة كذلك الطرف كطاع الخاص هي التخصص بالدرجة الأولى وفي الاقتصاد نعرف كلما زادت في التخصص كلما زادت المرضودية لأنك سوف تلعب على التكاليف وعلى النفاقات نظن من هذا الجانب أن كل الطرفين سوف يجد مبتغاهما أستاذ بالنسبة للمجمعات الصناعية العمومية لاحظنا في لاوينة الأخيرة وبدليل أنه في الخبر السابق الذي تكلمنا عنه بخصوص المجمع الجزائر لصناعة الغذيارجية نلاحظ أن هناك انتعاش في رقم أعمال هذه الشركات العمومية من جراء ربما العملية التي يقوم بها وزير الصناع بها تهيكلت هذه المؤسسات المتعثرة أو المفلسة ألا ترى أن هذه بادرت خير بالنسبة للاقتصاد الوطني خاصة وأن هذا القانون سوف يعطي إضافة أخرى بالنسبة للشركات طبيعة الحال طبيعة الحال عملية لميزاني فوت هي المؤسسات هذا ما كان يطلب منه كل المتخصصين والخبراء في الاقتصاد والآن نظن أن بوادر ونتائج الأعمال في السنوات السابقة التي قامت بها الوزارة بدأت تعطي طمارها حقيقة لابد من المواصلة وكذلك حتى إنشاء مؤسسات لأن تفقيلة في السابق وحدة أهداف على أساس أن في الجزائر سوف نعمل إلى وصول إلى عدد مليوني مؤسسة لكن مزاة الأمور نحن في منتصف الطريق وننتظر كذلك من أجل الوصول إلى هذه الرشادة والنهضة والإقلاع التي ننتظره والتنويع الاقتصادي العمل والمزيد من العمل في هذا المجال أستاذ بالنسبة لقانون الشركة بين القطاعين العام الخاص أهم نقطة فيها ربما هي توزيع المخاطر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص كيف تكون هذه النقطة؟ صحيح عندما تلجأ الدولة لوحدها من تحمل أعباء المالية الآن مخاطر كلية تتحملها عكس مثلاً لو ننظر في عملية الخصخصة أو الخوصصة الآن تحويل المخاطر إلى القطاع الخاص لكن هنا في علاقة وسيطة الآن طرفين يتحمل سوف نتقاسم المخاطر ومخاطر الخسارة خاصة سوف يتقاسمها القطاعين بالنسبة للشركة بالنسبة للقطاع العمومي ماذا سيستفيد القطاع العمومي وماذا سيستفيد القطاع الخاص؟ القطاع العمومي ماذا سيستفيد؟ سيستفيد الآن بدلاً أن يكون بتمويل ميزانيا ضخمة من طرف خزينة عمومية؟ من خزينة العمومية وهي لا تتحمل هذا لعدم استقرار الموارد المالية حتى وإن ننظر إلى هذا الجانب على أساس أن الجانب المادي ليس هو المشكل الأساسي لأنك توجد عدة بدائل أنظر مثلاً عندنا موارد مالية نائمة في القطاع الموازي أنظر كذلك ممكن نلجأ إلى حتى عمية الاقتراض نعطيك أحسن مثال في هذا الصدد كوريا الجنوبية كيف تطورت؟ كانت في سنة 1065 مقارنة مع بنزويلة لديها فقط نتيج خامي يقدر بـ 3 ملايين دولار فقط أما بنزويلة كانت 8 الآن ننظر وصلت إلى 1500 أما بنزويلة ما زالت في 100 تجاوزتها بـ 15 مرة الإشكال هنا ليس من الإشكال المالي لكن في أمور أخرى أين هو الاختلاف؟ أين يكمل؟ يكمل أن كوريا الجنوبية قامت بالحصول على كورو من ألمانيا وستعملتها في ماذا؟ استعملتها في اقتصاد المعرفة في صناعة المعرفة في تطوير الأنصر البشري انظر الاختلاف لذلك لا نركز كثيراً عن الجانب المالي وكأنه هو المعضلة ليس هو المعضلة هو من الأعراض في الاقتصاد لكن كين بدائل؟ أحد البدائل هذه هي الشراكة بين الكطاع العام والكطاع الخاص أستاذ بالنسبة للمجمعات العمومية والشركات العمومية الوطنية نعرف أن نمط تسييرها لازال تقليدي نوعاً ما مقارنة بالقطاع الخاص الذي يسير شركته وفق منطق اقتصادي كيف يمكن أو كيف يمكن الاتفاق من خلال هذا القانون على تسيير هذه الشركات؟ هل نسيرها بالاعتماد على الكفاءات القطاع الخاص أم نسيرها بمنطق إداري وكفاءات اقتصادية من القطاع الخاص؟ شكراً أبدالماك على هذه السؤال القيم لو ننظر الآن في العالم جميع الدول تقريباً لم يعد شيء يسمى Administrative Management لا يوجد تسير إداري بل يوجد تسير مؤسساتي مؤسسات تجارية Business Management الآن يجب أن نتغيير طريق تسير المؤسسات وهذا هو هذا أحد أحد العناصر النجاح الحاسمة أو كما يسمى باللغة الأجنبية لفاكتور كلي دوريو سيت لابد أن ندخل أموال في هذا الجانب تطوير الأنصر البشاري إعادة نمط تسير المؤسسات العمومية كيف هذا؟ لابد أن نقعد أهل الجامعة هي التي تنتج الأنصر البشاري هي التي تنتج كذلك صناعة المعرفة نحن في الجزائم هذا ينقص بكثرة هي المؤسسات المعرفة مؤسسات المعرفة لأن من أجل تطوير القطاع الزراعي تحتاج إلى مؤسسات المعرفة تكون بمرافقة هذا القطاع لتطوير قطاع وزيادة الصادرات لابد من خبراء مختصين مؤسسات المعرفة تكون بمرافقتهم هذا ما ينقص في الجزائم أستاذ بالنسبة لتسيير المؤسسات العمومية والخاصة في إطار الشاركة الأكيد أن هناك أهم نقطة هي قضية سلم الأجور بالنسبة للعمال وبالنسبة للموظفين كيف يمكن تكييف هذه الشاركة مع متطلبات العمالية من سلم الأجور ومنح وعلاوات وترقيات وغيرها الآن خفد المالك في الاقتصاد في اقتصاد السوق الأمور بسيطة وواضحة لجميع الخبار في الاقتصاد يوجد السوق العمل عندنا سعر يحدده سعر عمل يحدد في السوق عندك طالب على العمل أعرض على العمل والسعر يحدد لكن نبكى كموظفين يتبعون القطاع العام بأسعار إدارية سواء قدمة مردودية كانت عالية أو ضائلة يتلك نفس الراطب لابد من مراجعتها ونفس الشيء لدي الجانب القطاع الخاص لنلاحظوا أن القطاع الخاص يعتمد للمردودية العامل يعتمد لك لكن ليس بضرجة فعالة في أغلب الأحيان يشتكون حتى العمال يقولون أننا تقضى أجور تعكس الجهد البدني والفكرة المبدول بالنسبة لي كانت هناك في وقت سابق دراسة من طرف مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية الكريات تكلم عن أنه أهم كانت هناك شركات في وقت سابق بين القطاع العام والخاص في الجزائر ولكن لم يكن هناك إطار قانوني ينظمها ويكيفها ويحمي ربما حقوق الشركتين سواء العمومية والخاصة ماذا سيضيف هذا القانون بالنسبة لهذه الشركات؟ خاصة مع الأجانب أكبر شيء هو الضمان هي ضمانة عندما نتعامل بدون إطار قانوني غير محدد أعطيك مثال لماذا تحدد نزاعات بين الشركة بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ عندما تفتقد لأطورة شرعية وقانونية لذلك ما ندعو إليه الآن لابد من حسن التفاوض على العقد لأن العقد عقد شريعة المال المتعاوض لأنه حجر الزاوية الآن لابد من متابعة ووضع ميكانيزمات مراكبة أحد كذلك أسباب فشل الشركة بين القطاعين العام والخاص كذلك عدم وضع ميكانيزمات مراكبة للقطاع الخاص أستاذ بالنسبة لربما خارطة طريق العديد من المجمعات العمومية كانت في وقت سابق ربما تفتقل للاستمرارية نجد أن شركة عمومية أو مجمع عمومي يضم العديد من الشركات ليس له مخطط ربما عمل لثلاثين سنة أو أربعين سنة هل يمكن تطبيق هذا الشيء في إطار هذه الشركة؟ نظن هذا يكون في مستوى أعلى هذا يدخل كخطة خطة عمل هذا يدخل كخطة لكننا لا نحتاج من السلطات العليا في البلد لديها أهداف الأهداف توضع من؟ أطرف الرئيس من الرئاسة أهداف على ثلاثين مستوى نظر مثلا في كوريا الجنوبية مثلا أو ماليزيا إلى أخير هل تعتقد أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن؟ هذا يعود بسبب استراتيجية وضعت منذ أربعين خمسين سنة نفس الشيء لا بد من وضع الأهداف ثم ترك المخططات الإستراتيجية لأهل الإختصاص إخذ الإختصاص لا بد من خالية تتبع مباشرة الرئاسة هي التي تطع استراتيجية البدد ماذا نريد أن نكون عليه؟ ونظن حتى العزيمة وقوة العزيمة لدى بلدنا في هذه الإرادة السياسية الإرادة السياسية والتي تظهر جاليا عندما اتخذت الرئاسة مثلا قال سنة ألفين ثلاثة عشرين سنكون من بين دول البريكس هذه نظن خطوة كبيرة بالنسبة للإقتصاد طبيعة الحال وكأننا كنا نستحي أو نرفع سقف الأهداف لك أول مرة عندما نكون جزائر هاي الأهداف واضحة نريد أن نكون من بين دول البريكس لماذا لا؟ لدينا كل مقومات سواء المادية أو البشرية إلى آخرية لك ما نحتاج ولا الخطة نحتاج اقتصاد معرفة صناعة معرفة وتطوير العنصر البشري لك إذا كانت عندك اقتصاد تريد أن ينمو مثل لو نكون بتنكتها على عشرة تريد أن يكون اقتصاد يعمل بسبعة على عشرة لكن تنظر في الجامعة تنظر في التعليم تنظر في العنصر البشري تبحث عن كفاءات يستجامعة مثل تكوي لك عنصر البشري بخمسة على عشرة مستوى وتنتظر بالاقتصاد يكون بسبعة هذه الفجوة التي تكلمتها أبداً في هذا الجانب شركة بين القطاع العام الخاص الأكيد أنه في القطاع الخاص هناك شريك الأجنبي كيف يمكن حماية حق المؤسسات العمومية من النزاعات اللي شفناها في وقت سابق كانت ما بين شركات عمومية وشركات أجنبية كانت في وقت سابق هناك نزاعات الحق حتى صراعات القضائية كيف يمكن تكييف القانون أو سد التغارات اللي كانت في وقت سابق من أجل أنه نعطوا ضمانات أكبر للشركات العمومية في السابق كانت الآن الشركة الأجنبي يبحث عن ضمانات الآن حسب القانون الإستطمار الجديد في 2020 قد ما ضمانات من باية ضمانات ضمان تحويل الأربح ضمان استقرار القوانين في القديم كالك في الجزائر القوانين غير مستقر الآن ضمان تكون بإنجاز المشروع في السنة هذه حتى لو تغيرت القوانين في معنى لا يكون أطار رجعي القانون هذا ضمان آخر الآن لدينا هيئة لجنة وطنية علية مرتبطة مرتبطة ارتباط مباشرة بالرئاسة عندك ضمانات حتى في حالة النزاعات ضمان آخر عندك الوكالة الجزائرية لتطوير الاستطمار هي الآن الشركة الوحيد نضم جزائي من هالجين قدما أضادمات في قانون المالي 2020 يعني التشريعات جاهزة من أجل تحسين تحسين كبير مقارنات حتى أنا شخصيا عندما كنت في كندا في الشهر الماضي وتكلمت على تحفيزات المقدمة في إطار القانون الجديد للأجانب هناك رغبة من أجل شعروا بذلك التغيير لذلك الآن ماذا نطلبه وماذا ينقص لابد من حسن تفاوض في العقد هذا هو الإشكال لابد من مرافقة بخبراء قانونيين واقتصاديين إلى أخير حداري ثم حداري حجر الزاوية هو العقد لأن العقد أو سوف يمتد على مدة طويلة هذا عقد الشركة وليس على مدة قصيرة ثلاثة أو أربعة لأنه هو عقد بامتياز على مدة ثلاثين أربعين خفصين سنة لذلك يجب أن يجب أن تفاوض على العقد ربما ما هي القطاعات ذات الأولوية في هذه الشركة في الوقت ربما في السنوات القليلة القادمة بالنسبة للشركة بين القطاع العام الخاص ما هي ربما القطاعات ذات الأولوية يعني ليه يجب البدء بها هدف الجزائر كانت واضحة في كانون الاستثمار الجديد قطاعات الاستراتيجية نعم الأمن الغذائي الأمن الطاقوي الأمن الصحي تنمية المستدامة وعدة مجالات دونكادية المجالات التي وضعت عليها الأولوية وحتى الامتيازات الضاربية تكون مرتفعة لو كان الشركة سواء المحلية أو الأجنبي بالإسانة تنظر فيها وستشفنا في وقت سابق أنه كان العشرات من الشركات الجزائرية المناولة كانت تعاني من وضع مالي صعب وسبب لها حتى الإفلاس لأنه كان هناك تعاقد مع شركات أجنبية لم تلتزم بدفع مستحقاتها هل يمكن سد هذه الفجوة مستقبلاً عبر ربما قانون إن شاء الله طبيعة الحال هذه أكيد أكيد لأن الآن كان ضمانات كان قانون كان يحمي استطمارات سواء كطاع سواء المحلية أو الأجنبي طبيعة الحال مقارنة بالماضي لم يكن هناك إطار قانوني يكن بتوضيح مفاهيم وبعض المصطلحات إلى آخره ميندن يوجد تحسن في الجانب الشريعي ربما لو نرفع توصيات باعتبار أنك باحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية للحكومة من أجل ربما لأخذها بعين اعتبار في قانون شراكة بين القطاع العام الخاص ومناقشتها ربما مستقبلاً ما هي أهم نقاط التي يجب توفرها أو إدراجها في هذه القانون الشيء الأول هو المواصلة استمرارية استمرارية في وضع الأطر القانونية يعني أنها توجد بعض القوانين الأخرى مكملة لماذا كل هذه الأعمال وهذه القوانات الصادرة مؤخراً من أجل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر هذا ما نصبه إلي أحسن دليل هو أحسن دليل يستكتب الشركاء الأجانب لكل مواصلة في هذا العمل عندك كذلك تحسين القدرات القدرات البشرية لأن عندما نكون بالتوقيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من يكون بالإنجاز والأنصر البشري لذلك أهميتها كبيرة ميزة نيفو دولات ديروسور سيمان هذا كذلك نقطة استعجالية انظر كذلك العدالة يبدا من العدالة بين القطاع الخاص و القطاع العام إذا عندك عصرنا في قطاع العدالة لابد من مواصلة هذه الأسعان حتى تعطي كذلك تطمينات أستاذ بالنسبة لي ربما أهم مخططات هذه الشركات في إطار الشراكة يعني مستقبلا الجزائر أو الحكومة الجزائرية تنوي رفع رقم صادراتها خارج المحلوقات إلى ربما إلى أكثر من 15 مليار دولار يعني هل يمكن وضع مخططة التصدير ضمن أولويات الشراكة بين القطاع العام الخاص طبيعة الحال حتى النهجة التي تبعتها الجزائرية من أجل تشجيع التصدير إلى الخارج هذا يشجع الحصول على العملة الصعبة طبيعة الحال قرأت مؤخرا كذلك في الجرائد حتى التشجيع الآن حتى إقامة جزائريين في دول في دول أجنبية يعني أنه يكون بتسويق للمنتوج المحلي من ذلك البلد حوالي 20 بلد الآن متواجد إدارات جزائرية من أجل تشجيع المنتوج المحلي طبيعة الحال الآن مع الرؤية التضحت مع قانون استطمار قانون المالية أول مرة يوضع على ثلث سنوات في السابق كانت النظرة المستقبلية على قانون مالية على سنة واحدة أول مرة الآن كانت حسول عندنا رؤية استشرافية على ثلث سنوات هذا كذلك مشجع وما زاد كذلك قوانين أخرى سوف تتصل فيما بعد كذلك نحتوج حتى في الجباية حتى في التصدير حتى في قطع الزراعة حتى في البلديات الولايات نقعد قوانين كذلك تحتاج إلى إصدارها وإعادة حينها أستاذ حمران الأكيد أن تسيير المؤسسة سواء العمومية والخاصة يحتاج إلى عنصر الاستقرار بالنسبة للإدارة المسيرة يعني بالنسبة للمداراء العامين أو رؤساء المداراء العامين شفنا في وقت سابق أن هناك تغيير العديد من المداراء على رأس الشركات سواء العمومية أو بنسبة قليلة في المؤسسات الخاصة هل يمكن ربما إطفاء عنصر الاستمرارية في التسيير بالنسبة لهذه الشركات يعني نشوف مدير عام نعطيه فرصة أنه يتبت وجوده لمدة ثلث سنوات أو خمس سنوات من أجل أن تظهر ربما النتائج على المدى المتوسط ومدى البعيد صحيح الأستاذ عبدالبارك الاستقرار هو شيء مطلوب من أجل نجاعة المؤسسة نحن عندما تغير لأسباب السبب الوحيد المردودي لدينا مؤشرات الأداء يجب أن تقديم مؤشرات الأداء المؤسسة لديها مؤشرات الأداء نحن في بداية السنة وضعنا أهداف للمؤسسة الآن نجحت المؤسسة أم لم تنجح ما هو السبب عدم نجحها إذا كانت مسؤولية تقع لعاتك المسير هي من حق أن نكون بالتغيير أما التغيير لأسباب بيروكراطية وتدخلات ومصالح هذا لا يشجع على استدامة المؤسسة والعنصر البشري لأنه عند العمل الجماعي وتقافة المؤسسة هذه عناصر مهمة داخل المؤسسة عندما يأتي شخص يغرس تقافة المؤسسة ثم بعد سنة يأتي شخص عدم الاستكار وعدم وضح رؤية أستاذ هل يجب تطبيق ربما عنصر الاستمرارية يعني مدير عام أو رئيس مدير عام يضع برنامج لشركة لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات الموديل هل يجب عليه أن يلتزم بتلك الخطة مأنه لديه خطة أخرى نرى أنه مدير عام لهذه خطة يروح يجي مدير عام آخر يغير كل الاستراتيجية جدرياً بالنسبة للشركة طبيعة الحال لابد من انسجام السلطة العليا مع القاعدة طبيعة الحال مع طبقة العمالية طبقة العمالية ومسييرها لابد من انسجام وكان يتواصل ونفس الأهداف وصل الخطة في البداية عندنا استراتيجية استراتيجية على المدى الطويل ثم سنوين عندنا مخطط سنوي ثم آليات يومية وشهرية إلى آخرين كل هذا لابد أن يكون في شكل منسجام هذا ما سبقنا إليه الدول المتقدمية لكوريا الجنوبية حدثتكم منذ قليل هذا هو الفرق إحنا الإشكال اللي لدينا هو مشكلة تسيير ليس في القدرات المالية إحنا لابد من تجيئ لابد من الاعتماد على العلم على المعرفة حتى الـ 95% حتى الـ 95% أنت تعتمد على 5% على العلم مثلا والباقي على الموارد لعكس نريد ماذا نفضي في المؤسسات الجزائرية تعتمد على العلم 95% و5% على الموارد لا نوصل في هذا الاقتصاد الرائعي ماذا عن دور البورصة بالنسبة لهذا القانون هل هذا القانون سوف ينعش توجه المؤسسات سواء عمومية وخاصة أو في إطار شركة وإدخال وطرح سندات وسهمها في البورصة البورصة تشجع البورصة وتتحرك وتنمو بزيادة الطالب على الأوراق المالية عندنا دينا الطالب وعرض كما كنت منذ كليل سعر السند سعر السن يحدى حسب الطالب والعرض العرض هنا يمتوفر عندك نقطة شح في الجانب الطالب هذا الميخ ديناميكية في البورصة الجزائر ولكن أستاذ حتى مسؤولي البورصة يقول لك أنه ربما تتعلق برغبة أو إرادة هذه المؤسسات لأنه أغلب المؤسسات الخاصة في الجزائر هي مؤسسات عائلية والمؤسسات العائلية لا تطرح سندات وأسهم يعني لا تقبل بمن يشاركوها في رأس مالها كيف يمكن تغيير هذه السؤال النمار؟ أحد الشرط الدخول إلى البورصة أن تكون شركة أسبيا شركة بالأسهم بدأت أسهم الحديث على الشركات العائلية هذا شكل آخر من الشركات مثلا الشركات التضامن هنا نجد هذا النوع من الشركات العائلية لكن في البورصة هذه أسبيا شركات بالأسهم تطرح أسهم حتى بالفرنسية والإنجليزية نكون بسبب كثرة عدد وارتفاع عدد المساهمين لم نعلم حتى أسمائهم لا مجال لحديث العائلة هنا أستاذ حمران بالنسبة لتسيير الشركات في الجزائر سواء عمومية وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص يتمد على ربما الرؤية الاقتصادية يعني يتكيف مع متغيرات السوق بالنسبة للشركات العمومية لديها تسيير إداري ربما يعود إلى سنوات الثمانينات والتسعينات هل يمكن أو هل يجب اليوم أن نتوجه نحو التسيير الأنجلوسكسوني الذي يتمد على المرونة بين الإدارة وبين الطبقة العمالية وغيرها هل يمكن تغيير نمط تسيير المؤسسات العمومية من أجل وضعها للسيكة من جديد وضعت اليد على الجرح هذا هو حجر الزاوية احنا عندك مشكل في التسيير التسيير ما زال تسيير إداري احنا لا تسيير مؤسساتنا العمومية كمؤسسات خاصة هذا هو لما تغيير توجه في اغلب دول العالم قلت لك منذ قليل الآن انتهى هذا المؤسسات العمومية لدينا بيزنس المؤسسات العمومية الآن من البداية انت مسيير هذا هو الهدف نحتاج مثلا 10% زيادة فيكم الأعمال عندك هدف يجب أن تحق هذا هو الهدف كمقاييس مؤشيرات الأداء الآن حققت أكثر هذا يشجعك على البقاء والعمل الآن زيادة الأجور للعمال مبنية على هذا الأساس لدينا أجور تابعة ولكن أستاذ هناك اتفاقية جماعية بالنسبة المؤسسات العمومية هناك نقابات يعني هناك قانون تخضع له هذه المؤسسات العمومية هل يجب أن نغير صلب هذا القانون نعم نتفق في هذا في الاتفاقية نحدث هذه النقاط قال الهدف كل عامل هاو العامل هاو المصلحة هاو هدفها ينتاج مثلا 1,000 و 1,000 هذه المصلحة لمصلحة البيع مثلا تحقيقها بأعمال زيادة بعشرة بالمئة في آخر في آخر السنة نقوم بالقياسات الآن لو نحقق الأهداف نقوم بتقديم تشجيعات وامتيازات سواء مادية أو مالية إلى آخرين أستاذ بنسبة لي بعض المجامعات العمومية هناك بعض المجامعات العمومية عندها ربما تضخم في كتلة الأجور يعني عدد العمال احتياجات تحل عمالية أكبر من القدرة الانتاجية يعني كيف يمكن أن تزيد تتحمل كتلة عمالية أخرى تأتي من القطاع الخاص وتوضاف إلى الكتلة العمالية في القطاع العمومية كيف يمكن هل يجب إعادة هيكلة المؤسسة العمومية قبل إشراكها مع القطاع الخاص أم يمكن تكييف هذا الأمر هذا مشكل كبير الآن نحن الجزاء ننضع من الجانب الاجتماعي كأن نحافظ على مناصب العمل من أجل أهداف اجتماعية قال له يخرج هذا العمل يوقع في بطالة لكن المشكل من أين تمول هذه المؤسسة هي تمول من البنوك العمومية هدف البنوك العمومية تحقيق الأرباح تحقيق فوائد أعفوا الآن وجدت نفسها تمول في المؤسسات المفليسة وتمول في الاستيراد حتى البنوك الآن تمول في الاستيراد كنا نفضل لو كانت هذه البنوك العمومية ماذا تفعل البنوك متخصصة مثلا في تشجيع التصدير أفضل تتخصص تشجيع ممكن حتى المقاولة البنوك وتشجيع في المقاولة مقاولة لماذا تكون حتى مقاولة نسوية لكن وجدت أنفسها البنوك تمول في إفلاس وفي عجز المؤسسات العمومية وهذا مشكل أستاذ في الأخير ما هي توصيتكم الجهاز التنفيدي والحكومة في إطار مناقشة مشروع تمهيدي أولا نحن نتمنى أن تدرس في إطار سياسة العملة للدولة لأن الشاركة هذا والقانون يندرج في إطار تنويع تنويع الاقتصاد الجزائري ماذا نفعل الآن هنا الشاركة هذه هي أحد بدائل تمولية الاقتصاد الجزائري لابد أن تندرج ضمن استراتيجية الكبرى أي عمل أي خطوة نكون بها نضع في تصوير على أساس أنها تندرج ضمن سياسة سياسة العملة للبعض هذه السياسة مبنية على استراتيجية هذا هو ما ينقص الآن وضع استراتيجية على 40 سنة ثم وضع معهد للتنمية يكون يكون فيه خبراء متخصصين كل في مجاليه إدراج مخابر داخل هذه المؤسسات مخابر بحث مخابر تطوير مهم جدا هذا ما أقوله لك هذا ما أقوله لك زائد الإضافة إلى ذلك صناعة المعرفة عندك مؤسسات خاصة متخصصين وعندهم حتى مخابر يكونوا بالبحث تطوير الكطاع للصادرات عندنا مؤسسات معرفة صناعة المعرفة سوف تكون بمرافقاتكم تطوير كطاع الزراعة نلجأ إلى مؤسسات تطوير لن يشتغلوا الصفور طبيعة الحال أستاذ محمد حمران باحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية وأستاذ الاقتصاد المالي بجامعة جيجل شكرا لك على تنبية الدعوة شكرا لكم على كل ما قدمته خلال هذا النقاش مشاهدينا مستمرون معكم في هذه الفقرة الاقتصادية وصناعة